قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم تخل سننتظر لنرى إمكانية مشاركة نوسير مزراوي في كأس أمم أفريقيا بعد تعرضه للإصابة زياش يتوسط الانتقال لنجم الأصود إلى قلاط الصراي خبر عاجل المغرب يرد بقوات على خطوة إسبانيا من أجل خطف نجم المنتخب المغربي الجديد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار تخل سننتظر لنرى إمكانية مشاركة نوسير مزراوي في كأس أمم أفريقيا بعد تعرضه للإصابة أثار تمسخ المدرب باير ميونيخ القلق حول موقف مدافعه المغربي نوسير مزراوي من المشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا وتعرض مزراوي للإصابة خلال لقاء باير ميونيخ مع مونشستر يونايتد في دور أبطال أوروبا قبل أسبوع قليل عن انطلاق البطولة الإفريقية وقال تخيل في مؤتمر صحفي سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانوا نصير مزراوي سيتمكنوا من المشاركة في كأس أمم أفريقيا بالسبب إصابتها وأضاف سنكون بدون الكوري كيمينجاي والكاميرون موتينغ بالسبب المشاركة في أمم أسيا وأمم أفريقيا زياش يتوسط الانتقال نجم الأصود إلى غلط السراي أكد التقارير صعفية تركيا أن الدولي المغربي حكيم زياش أدخل نفسه في صفقة ضم مواطنه بلالخنوس نجم وسط جنك البلجيكية ويحاول إقناعه بالإندمام إلى غلط السراي التركي ووفق لمنصة بوركسل تركيا فإن زياش توسط لفريقه غلط السراي لدى زميله في المنتخب الوطني المغربي بلالخنوس صاحب التسعة عشر عاما لقبول عرض غلط السراي والقدوم إلى الفريق في المركات الشتوى المقبل وأوضح المصدر الداتو أن إدارة غلط السراي رصدت مبلغ عشرة مليون يورو للتعاقد مع الخنوس من جنك في الانتقالات الشتوية المقبلة وشدد الداتو المصادر أن عرض غلط السراي قد يقابل بالرفض من إدارة جنك نظرا للمبلغ الموضوع للصفقة وذلك لارتفاع أسهم الخنوس الذي يحضى باهتمام أندية أوروبية عديدة أبرزها من الدول الإسباني والألماني خبر عاجل المغرب يرد بقوات على خطوة إسبانيا من أجل خطف نجم المنتخب المغربي الجديد عادت تقرر إسبانيا لترويج الاحتمال استدعاء المدافع شهد رياض لعب ريال بيتس لمنتخب إسبانيا بدلا من المغرب بعد تألقه الكبير هذا الموسم مع النادي الأندلوسي وانتقل رياض من برشلون إلى بيتس معارا مع بند أحقية الشراء في يوليوز الماضي وفي أول رد مغربي وحسب موقع كورا قالدات المصدر تعودنا على مثل هذه الإشاعات من الإعلام الإسبانية لقد كذبوا في الإدعاءات بتقديم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إغراءات المالية إلى لامن جمال وبالمثل في قصة إبراهيم دياز وقبله مونير الحدادية وعبد الصمد الزلزولي وملعب نيهاء مونديال 2030 وتابع لذلك ما يتم الترويج حاليا عن شهد رياض لا يقلقنا بالمرة ووصل شهد رياض توي جمع المنتخب الأولمبياد المغربي بلقب الكانو وسيمثل المغرب في أولمبياد بيريس وقد اختار بلده الأصلي عن اقتناع وأردف هو مشروع مدافع المستقبل للأسود وساعد جدا باللاعب بقامس بلادها ولم ولن يفكر ولو لمرة واحدة في العدل عن قراره والعودة لتمثيل إسبانيا ومعلومون أنه بين المغرب وإسبانيا أكثر من صراعين على اللاعبين مزدوجة الجنسية آخرهم نجحوا المغرب في الضفر بخدمة إليس أخو ماش لعب فياريال نور الدين أمرى بطرحيمي مونير الحداد ريان ماي مفاجآت لائحة الرقراكي لخوض كأس الأمم الأفريقية حملت اللائحة الأولية للمنتخب المغربي المشارك في كأس أمم أفريقية بالكودفور مفاجآت من العيار التقيل الناخب الوطني وليد رقراكي وضع اللائحة الأولية للمنتخب الوطني المغربي استعداد لكأس أفريقية للأمم المقبلة والتي تضم خمسين لاعبا من ضمنها ثلاث حراس هم بون والمحمد وبن عبيد والمطيع ثم الزنيتي وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ضرورة إرسال اللوائح النهائية للمنتخبات المشاركة في الكانا قبل الثالث من يناير المقبلة وفيما يلي قائمة الرقراكي الأولي لكأس أمم أفريقية 2023 والمكونة من خمسين لاعبا في حراسة المرمى ياسين بونو من الهلال السعودي مونير المحمدي من الوحدة السعودية يوصف المطيع من الويداد الرياضي أن السزنيتي من الرجاء الرياضي والمهدي بن عبيد من الجيش الملكي في خط الدفاع أشرف حكيمي من باريسان جرمان الفرنسية نصير مزراوي من باير مينيخ الألمانية نيف أكراد لاعب ويستهم يونيسيد الإنجليزية رومان سيس من الشباب السعودية أشرف داري من بريست الفرنسية جواد اليميق من الوحدة السعودية يحيى عضية الله من الويداد الرياضية أيوب العملود من الويداد الرياضية إسماعيل قندوس من جينة البلجيكية أهضم مصينة من أودينز الإيطالية حمزة منديل من أود هيفرلي البلجيكية يونس عبد الحميد من ستادرينس الفرنسية محمد الشيبي من بيراميدز المصري عبد الكبير عبقار من ألافيس الإسبانية شادي رياض من بيتيس الإسبانية في خط الوسطة سوفيان أمرابط من مونشستر يونيتد الإنجليزية عبد الحميد الصابيري من الفيحة السعودية سليم أملح من فالونسيا الإسبانية عزدين أناحي من مارسيليا الفرنسية بيل الخنوس من جينة البلجيكية يحيى جبران من الويداد الرياضية بيلال نادر من مارسيليا الفرنسية إسماعيل الصباري من أيندهوفنا الولندي أمير ريت شاردسون من ريمس الفرنسية أيمين برقوق من ماينس الألمانية بنيامين بوشواري من سانتيتيان الفرنسية أمين حارت من مارسيليا الفرنسية أسام العزوزي من بولونيا الإيطالية يوسف مالح من أمبولي الإيطالية ولد الكرتي من بيراميدز المصرية إليا الشاعر من كويسبان كرينجرز الإنجليزية نور الدين أمرابط من أكاتنا اليونانية في خط الهجوم إلياس أخماش من فياريال الإسباني حاكم زياش من قلطة السرية التركية سوفيان بوفال من الريان القطرية عبدالصمد الزلزولي من ريال بيتيسة الإسبانية أمين عدلي من باير لفيركوزنا الألمانية يوسف انصير من إشبيليا الإسبانية ريان ماي من ستوك سيتي الإنجليزية عبدالرزاق حمد الله من اتحاد جدة السعودية أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليونانية نائل العناوي من لنص الفرنسية إبراهيم صلاح من رين الفرنسية سوفيان رحيمي من العين الإماراتية مردباتنا من الفتح السعودية طارق تسودالي من جنة البلجيكية مونير الحداد من لس بارماس الأسبانية وسيتم حدف ثلاثين وعشرين اسما من اللائحة النهائية منهم حارسي مرمى وذلك بعد إجراء المبارتين الوديتين التي سيجريهم المنتخب الوطني ليبقي على أربع وعشرين لعباً وثلاث حراس إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم تخل سننتظر لنرى إمكانية مشاركة نوسير مزراوي في كأس أمم أفريقيا بعد تعرضه للإصابة زياش يتوسط الانتقال لنجم الأصود إلى قلاط الصراي خبر عاجل المغرب يرد بقواتنا على خطوة إسبانيا من أجل خطف نجم المنتخب المغربي الجديد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زيال الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار